كسائر المدن التركية اجتاح فيروس كورونا مدينة غازي عنتاب الواقعة جنوب البلاد غير أن عنتاب احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات وحصلت على المرتبة الأولى في عدم التزام ساكنها بالتباعد الاجتماعي وبعدد المخالفات التي تلقوها مع بداية الشهر الرابع نيسان للعام الحالي 2020 أعلنت وزارة الصحة التركية لأول مرة عدد الإصابات في غازي عنتاب وسجلت حينها 49 حالة مقابل حالة وفاة واحدة وكان للمدينة النصيب الأكبر في فرض حظر التجول فيها والذي أعلن للمرة الأولى في الحادي عشر من شهر نيسان للعام الحالي وفرض على 31 ولاية منها عنتاب تقلص الحظر على المدن والولايات إلى 15 وبقيت عنتاب واحدة منها يعني على المتر المربع عمال بيكون في كثافة سكانية كتير كبيرة العادات الاجتماعية اللي عبعيشوها سواء أهل المدينة الأصليين أو الوافدين السوريين يعني بتشبه عاداتنا في سوريا من ناحية التقارب الاجتماعي الأعراس، الروحات، الجياز، زيارات العائلية وبحسب صحيفة مليات التركية فإن مجموعة مبالغ المخالفات في عنتاب وحدها بلغت أحد عشر مليون ليرة تركية فخلال الأسبوع الماضي وبحسب المصدر ذاته فإن عدد المخالفات المسجلة هو عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وستون مخالفة كل هذه الأرقام دفعت والي عنتاب للحديث عن احتمالية عدم افتتاح المدارس في العام القادم في حال استمر عدد الإصابات بالارتفاع ففي يوم الحادي عشر من تموز للعام الحالي سجلت المدينة مائة وتسع وثمانين إصابة وست حالات وفات ليصبح مجموع الوفيات فيها مائة وخمسة وتسعين حالة وأجمالي الإصابات سبعة آلاف وخمسمائة إصابة وقت العمال بتطلع بدون كمامة وقت العمال بتروح على أماكن مزدحمة فأنت عمال بتعرض حالك أنه تأخذ الفيروس مثل ما بنعرف تمانين بالمئة من الإصابات خفيفة ممكن يجيك الفيروس وتمرض فيه والطيب وتتشافى وتتعافى ومن غير ما تحس على حالك يعني مثل عراض جريب خفيفة خمسة عشر بالمئة من الإصابات عبتكون متوسطة عبتحس حالك أنه والله تقل علي المرض ثلاثة أربعة أيام مع حرارة عشوية سيتامول عشوية دواءهم مشي حالي لكن في خمسة بالمئة حالات عبتكون خطيرة تنتشر بشكل يومي رسائل تحذيرية متواصلة من والي عنتاب ومسؤولي الصحة فيها تدعو مواطنيها إلى الالتزام بقواعد الوقاية من كورونا بينما تتزايد عداد الإصابات في المدينة ذات المليونين سما منهم خمسمائة ألف سوري ترتفع أرقام الإصابات في غازي عنتاب وتزداد معها التحذيرات والمخاوف من امتلاء أسرة المشافي وتفجر الوضع الصحي في المدينة والعادل تلفزيون سوريا مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا ترجمة نانسي قنقر